السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعده فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أهلا وسهلا ومرحبا بكم ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن في رحاب القرآن نحيا في رحاب القرآن نعيش في رحاب القرآن الكريم نتأمل ونتدبر آي الذكر الحكيم اليوم أيها الإخوة مع قضية من القضايا المهمة التي تحدث عنها القرآن الكريم في ستين موضعا ستين موضع هذه القضية المهمة تهم كل مسلم يريد الجنة وريد الله سبحانه وتعالى هي قضية الخسران الخسران القرآن الكريم تحدث لنا وضرب لنا أمثلة للخسران وعواقب الخسران وتحدث القرآن الكريم عن مفهوم الخسران وتحدث القرآن الكريم عن أسباب بالخسران. يعني جوانب شتى وزوايا متنوعة تحدث القرآن الكريم عنها في ستين موضع فجاء القرآن الكريم وبيّن لنا معنى الخسران. يعني إيه خسران؟ إنسان يعمل في تجارته فخسر ماذا خسر؟ ضاع منه ماله نقص منه ماله ده خسران. تعالي شوف القرآن الكريم لما تأتي آية من آيات القرآن تتحدث عن الخسران نقرأ قول الله سبحانه وتعالى ده بسماء العلماء وجوه الكلمة في القرآن. فالخسران جاء في القرآن على وجوه لما نقرأ في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا فقد خسر خسران مبينا الخسران هنا بمعنى الضلال يعني ضل ضلالا مبينا فالخسران هنا بمعنى الضلال إذن الخسران يأتي في القرآن بمعنى الضلال ويأتي الخسران في القرآن الكريم بمعنى العجز إنسان عاجز معقولة الخسران معنى العجز آه يعني لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف لما سيدنا يعقوب قال يعني إني أخاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه الغافلون ماذا قال إخوة يوسف ركز معي وتأمل قولهم قالوا لئن أكله الزئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون لخاسرون الخسران هنا بمعنى العجز ومعنى الآية لئن أكله الزئب ونحن عصبة ونحن كسرة إنا إذا لعاجزون لا نستحق الحياة فالخسران هنا بمعنى العجز وقد تأتي كلمة الخسران بمعنى العقوبة العقوبة لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولقد أحيى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك لا يحبطن عملك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ أو الخسران هنا بمعنى العقوبة العقوبة أن تكون من الخسرين إذن القرآن الكريم قد يأتي فيه أو تأتي فيه كلمة الخسران أو الخسارة أو الخس بمعنى العجز بمعنى الضلال بمعنى العقوبة وقد تأتي بمعنى النقص وإذا أصل المعنى بتاحها إنسان خسر المال يعني أن نقص ماله لما تكرأ في سورة المطففين ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني ينقصون الميزان حينما يبيعون لغيرهم يزنون من عندهم لغيرهم ينقصون لأنفسهم فهنا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني ينقصون إذن كلمة الخسران في القرآن تأتي على أربعة أوجه العجز الضلال العقوبة النقص تمام كده طيب لخطورة الخسران في حياة المسلم هو أن المسلم ينبغي أن يكون فالحا مفلحا قد أفلح المؤمنون وفي صدر القرآن الكريم وفي بداية القرآن الكريم وفي صدر سورة البقرة لما تحدث القرآن الكريم عن صفات بعض المؤمنين قال أولئك على هدى من ربي وأولئك هم المفلحون والفلاح ضد الخسران والخسران ضد الفلاح إذن المسلم الأصل أن يكون فالحا مفلحا أسأل الله أن يكتب لي ولكم الفلاح قولوا أمين طيب لخطورة الخسران القرآن ما سبناش قال لأخذ بالك وجاء القرآن الكريم في آيات كثيرة محذرا انظروا إلى تحذرات القرآن يحذر الناس يحذروا من ماذا من صور الخسران وأسباب الخسران وطلق الخسران لأننا قد نرى الإنسان الخاسر والعزب الله الخسر الخسران أن يبيع الإنسان آخرته بدنيا ده خسران الخسران أن يبيع الإنسان آخرته بدنيا الخسران أن يبيع الإنسان الغالي بالرخيص الخسران أن يبيع الإنسان دينه بعرض زائل من الدنيا الخسران أن يبيع الإنسان الشيء الباقي يبيع الشيء الباقي وهو الآخرة بعرض زائل فاني خسيس وهو الدنيا ده خسران ده خسران الحقيقي فجاء القرآن الكريم وأرسل تحذرات شوف بقى تحذرات متنوعة وتحذرات شتى وبأسليم متنوعة منها على سبيل المثال القرآن حذر المسلمين وحذر الناس أجمعين فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر يعني الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصدر الإنسان هنا جنس الإنسان كل الناس في خسران كل الناس في ضلال كل الناس في غبن كل الناس في عجز كل الناس في انتقاس إلا من توفرت في هذه الصفات لذلك سدنا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه لما قرأ هذه السورة بقلبه بروحه بوجدانه بضميره بكيانه ماذا قال؟ قال لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت يا سبحان الله لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت يا ده سدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه أوتي فهما عظيما في القرآن وإقرأوا الأم وإقرأوا الرسالة وأنتم تعرفون خاصة الرسالة وأنتم تعرفون يعني عظمة هذا الرجل في فهمه للقرآن الكريم سبحانك يا رب سبحانك إذن يا أحباب الكرام القرآن حذرنا كل الناس في خسران طب السؤال ده هو كلام ده للمسلمين بس قال لك لا ده التحذير من الوقوع في الخسرار والاقتراب من أسبابه شيء قديم بقدم الأنبياء والأذيان يا شيء قديم القرآن قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر بي فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر بي فأولئك هم الخاسرون الذين أتناهم الكتاب الكتاب كل جنس الكتاب على بعض التفاصيل قرآن وما قبله من طورا وإنجيل وزابور وصحف إبراهيم وكل الكتب السماوية السابقة الذين أتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر بي فأولئك هم الخاسرون أي إنسان يكفر بكتابه في ديانته في وقته في وجود رسوله ويكفر بالكتاب الذي أنزل على رسوله أو الكتاب الذي بوئث فيه سواء كان نبيا أو رسولا فأولئك هم الخاسرون فالتحذير من الوقوع في الخسرون قديم قديم أو الله قديم لذلك أنت مثلا تقرأ بعض النماذج الذي ضربها الكرآن دي نماذج ضربها الكرآن الكريم لنا وقصها علينا منها نموذج ابني آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين طوعت له نفسه زينت وسولت وحسنت وأعانته ودي مشكلة أن الإنسان يصل إلى درجة لا يسيطر على نفسه ولا يهيمن على حواسه ولا يمتلك إرادته وأركانه فبالتالي نفسه هي التي تسوق فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين يعني النفسه الأمارة بالسوء التي ساقت صاحبها وهذا سبب من ساقت صاحبها إلى هذا الفعل وهذا سبب من أسباب يعني الخسران القتل كما سنرى في أسباب الخسران بإذن الله رب العالمين القتل ماذا حدث فأصبح من الخاسرين دي نموذج ضربه لنا الكرآن الكريم حتى لا نقع فيما وقع فيه ابن آدم الأول أن يقتل الإنسان وأخاه وأن يوريق دما بريئا بغير وجه حق هذا نموذج نموذج آخر لما القرآن الكريم تحدث عن سيدنا نوح سيدنا نوح ماذا قال بعد أن دعاهم ليلا ونهارا ودعاهم سرا وعلانية وما من وسيلة إلا وأخذ بها نوح عليه السلام ليدعو قومه إلى دين الله في النهاية قال ماذا قال عنهم ماذا قال واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة دي مشكلة مشكلة أنهم اتبعوا المال والولد والشهوات الدنيوية وزينت لهم الدنيا زينتها ماذا حدث كان طريق الخسران لهم هذا حدث سيدنا إبراهيم نموذج أيضا إبراهيم عليه السلام وخاصة مع النمرود في هذه المجابهة والمجادلة العلمية الدينية العقدية العظيمة التي سجلتها سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي النمرود أن أته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي وميت قال أنا أحي وميت وقاب واحد أتل ده خلاص حكمت عليك بالموت وواحد آخر قال لك أنا حكمت لك بالحياة مش أموته قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ما كان منه بعد هذا البهتان وهذا الخزلان وهذه الخسارة إلا أن ازداد خسرانا على خسرانا فماذا فعل أججوا النار لإبراهيم وقالوا نرمي به ونلقي به في النار وننتهي منه وننتهي منه وأيضا بعض أن سيدنا إبراهيم بعض أيضا المجابهة التي حدثت بينه وبين قومه من تكسير الأصنام وأنتم تعلمون هذه القصة وعلق الفأس عن الرأس الكبير قال بل فعله وكبيره هذا فاسألوا من كانوا ينطقون يريد أن يقيم عليهم الحج أيضا ما كان منهم إلا أن قالوا خلاص واللعباء في إبراهيم وأوقضوا عليه نارا وننتهي منه وبالفعل يعني أوقدوا النار شف تعليق القرآن الكريم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين صوت الأنبياء وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فسيدنا إبراهيم عليه السلام يعني القرآن ضرب به نموذجا مع قومه وكيف أن الذين عبدوا الأصنام وكيف أن النمرود وكيف أن عبد الدنجوم وكيف أن كل من لم يتبع هدي إبراهيم عليه السلام هو من الخاسرين نموذج أيضا من النماذج الذي ضربها القرآن طيب كل هذا يلقيه القرآن لنا علينا لماذا لنحضر من الوقوع في الخسران المطلوب من الإنسان أن يكون فالحا يفلح قد أفلح المؤمنون تبقى إنسان فالح في حياتك في دنياك في أخراك ما تبقاش إنسان يعني خاسر كل شيء ولعاذ بالله تجد القرآن الكريم وهو يضرب لنا النماذج والأمثلة وحديث القرآن عن الخسران في الأمم السابقة زي مثلا مين قوم شعيب ومدين وإلى مدينة أخام شعيبة قوم مدين هؤلاء للأسف قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون إلا هيتبع النبي هيبقى خاسر هذا فكر موجود إلى وقتنا هذا اللي يتبع القرآن يتبع الإسلام يتبع الدين يتبع الهادي يتبع السماء ده رجل رجعي ومتخلف ومتأخر وإنسان خاسر هذا وهم وهذا كذب يعني وهذا يعني يعني ضحكنا على الزقون هذا يعني كلام هراء هراء والله لا يخرج إلا من إنسان سطح قوم شعيبة ماذا قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون طب لما ربنا أهلكهم وأخذتهم الرجفان وأصبحوا في دنيم جاثمين ماذا علق القرآن قالوا أنتم الذين تقولون إن اتباع الرسل فيه الخسران اسمع يا سيدي الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الخسران الحقيقي مش في اتباعك لهدي السماء ليس الخسران الحقيقي أو الانتقاس من شأنك أو العجز في كل معاني الخسران أو الضلال إنك تتبع السماء أو تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو تتبع الواح ده مش الخسران الخسران الحقيقي ألا تتبع فلذلك هذا المفهوم نحتاج أن نعدله عند الناس البعض يظن أن نتبع هدي السماء أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل من أكثر من 14 كرن درجعية وتخلف وخسران بنخسر حضارتنا ونخسر مستقبلنا ونخسر دنيانا لا والله هذا هو الفلاح الحقيقي الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخسرين أما الذين قالوا بأن اتباع الأنبياء هو الخسران فهذا قول من قول الخاسرين الخسر الحقيقي لأن اتبعتوا شعيبا إنكم إذن خاسرون لا والله الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين يبقى من اتبع بمفهوم المخالفة الذين آمنوا بشعيب الذين آمنوا بالأنبياء كانوا هم المفلحين دي بقى حقيقة وده مفهوم المخالفة في هذه الآية الكريمة يبقى القرآن ينذر ويطلق تحذيرات للأمة المسلمة عن الأمم السابقة طيب هل في تحذيرات خاصة للأمة المسلمة؟ آه في تحذيرات خاصة اوعى تخسر دينك اوعى تخسر إسلامك اوعى تخسر قرآنك اوعى تخسر دنياك اوعى تخسر آخرتك اوعى تخسر أباك اوعى تخسر رضا الوالدين اوعى تخسر أمك أو تخسر حياتك أو تخسر مستقبلك أو تخسر العلم إياك احذر فالقرآن الكريم يقول حديث بقى خاص للأمة المسلمة بعد أن حكى لنا عن الأمة من السابقة قال كل هنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنها صنعا بعض الناس للأسف في الحياة يسيرون في الحياة ويظنون في أنفسهم أنهم على الطريق الصحيح والعزب الله يعني هؤلاء ظلوا وهم يحسبون أنهم يحسنها صنعا هؤلاء الأخسرين هنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنها صنعا خد بالحضرتك القرآن يقول له هنبئكم طب هل فعلا نبأنا القرآن نبأنا وبين لنا أسباب الخسران وترق الخسران وضرب لنا نماذج وعواقب الخسران طب تعال أشوف ده القرآن مش بيّن لنا بس ده أطلق القرآن رسائل خاصة للنبي ولأتباعه والمسلمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لئن أشرقت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين على طول كده مباشر احذر هذا الفعل يصل بك إلى الخسران شفت الإسلام بيهتم بنا إزاي؟ شفت القرآن الكريم بيهتم ويحافظ على أتباعه ده حتى لشخص النبي ولتكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين خد بالك احذر ده تحذرات من القرآن الكريم من الوقوع في الخسران خد بالك أي حاجة تخصرك دينك تخصرك دنيتك تخصرك أحبابك ابعد عنها طب المسلمين قال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون على طول كده شوفوا القرآن تحذرات وضحة صريحة بيّنة جلية على حتى لا نقع في الخسران فنخسر الدنيا ونخسر الدين ونخسر الأخيرة وفي ناس قبل ما يخسروا الدنيا والدنيا الأخيرة يخسر كرامتهم وصورتهم وقيمتهم ومكانتهم ومنزلتهم بين الناس اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واكتب لنا الفلاحة والصلاحة يا رب العالمين في الدنيا وفي الأخير اللهم أمين يبقى القرآن يسهيبنا القرآن يعلمنا ويحافظ علينا ويطلق لنا هذه التحذرات طيب هل القرآن الكريم أطلق التحذرات وسبناء قال لك لا ده القرآن بيّن لنا عواقب الخسران عشان لما أعرف العقبة أخاف أرجع أراجع نفسي أقف عند حد يعني قبل ما أعمل شيء أتذكر ينفع ما ينفعش هخسر ولا أكسب كما أن الإنسان في الحياة الدنيا في البيع والشراء ماذا يفعل يقيس ويقارن ده في خسارة ولا في مكسب ده في مكسب ولا خسارة طب الأفضل أعقد هذه الصفقة ولا هذه الصفقة ويفكر كذلك إيه اللي بيخليبها يفكر النظر للعواقب النظر للمقالات ويجي الكرآن الكريم ويحط لنا عواقب ومقالات الخسران علشان قبل ما وصل لطريق الخسران طريق يغضب الله سبحانه وتعالى أخذ بالي من نفسي وراجع زي إيه مثلا قال لك أخطر شيء يخسره الإنسان وده من عواقب الخسران أخطر شيء أن يخسر الإنسان لذة الإيمان الإيمان للذة الإيمان حينما يخالط بشاشة القلوب له طعم له لذة لذلك القرآن يقول الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الإنسان اللي يفقد الإيمان فاقد للذة فاقد للسعادة فاقد للفرحة فاقد للهدوء فاقد للود فاقد للسكينة بالله عليكم لو لم يكن من الخسران إلا هذا لكان كافيا أن يبتعد الإنسان كل البعد عن طرق الخسران سلم يا رب إن الإنسان يخسر لذة الإيمان ويجد وحشة وتعب واكتئاب سبحان الله العظيم لذلك يا جماعة لذلك القرآن يقول لك الإنسان الذي يصل بنفسه إلى الخسران يوم ربنا يعقبه في الدنيا بإيه إنه يخسر نفسه يخسر نفسه آه لا يجد نفسه لا يجد صفاء نفسه لا يجد فطرته يبحث عن النسخة القديمة من نفسه لا يجد هذه النسخة يبحث عن النسخة القديمة لا يجد هذه النسخة يبحث عن أهله لا يجد أهله وهو يدق أدامه لكنه لا يجد لا يشعر بوجودهم وده من الخسران كل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ألا ذلك هو الخسران المبين ودي من أعظم وأشد صور وعواقب الخسران إن الإنسان يصل لديه أهله مش حواليه قدامه مش شايفهم معاه ومش حاسس بهم نفسه التي بين جنبيه لا يجدها ولا يشعر بنفسه وحاسس بوحشة وحاسس بتعب وغم وهم وكرب واكتئاب ده خسران خسر الإنسان نفسه وخسر الإنسان أهله واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة الخسران يصل بصاحبه والعياذ بالله إلى أمور شديدة وأمور رهيبة منها أن الإنسان يحبط عمله ودي تبقى مشكلة يعمل الخير والله سبحانه وتعالى يقبله يصلي والله لا يقبله في خسارة أكتر من كده يزكي والله لا يقبل يحج وسعيه مرضود عليه وحجه يعني غير مقبول يبني المساجد ولا تقبل منه يأتي بأفعال خير ولا يقبل منه عملوا مرضود ليه لأنه وصل إلى الخسارة ويقول الذين أمنوا هؤلاء بيكلموا عن المنافقين هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين أن يحبط عمل الإنسان ويصل إلى الخسران دي مشكلة دي مصيبة كراه إن الإنسان يعمل ولقد أحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين عقوبة عقوبة يعني الإنسان يعمل عمل فيشرك فيه غير الله سبحانه وتعالى في شيء يسير يعني مثلا يعني يخرج صدقة من أجل إخراج الصدقة وعبدت الصدقة لكن أيضا يعني يحب أن يرى أنا عملت حاجة يا أخي شكروني يا أخي فهذا الشرك الخفي لا أحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين إذن لنحضر هذه العواقب لنحضر من الخسران أسأل الله أن يكتب لي ولكم الفلاح وأن يبعد عن كل ترك الخسران اللهم أمين من أصعب حاجة في الخسران أن الإنسان يوم القيامة حينما يقف أمام الله سبحانه وتعالى وتنصى بالموازين اليمين واليسار ميزان الخير يكون خفيفا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون في خسران أكتر من كده ومن خفت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ما كانوا فين؟ في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون في خسران أكتر من كده يا جماعة بالله عليكم ده مش كده بس ويجد سوء عمله ساعة نصب الموازين الميزان ويجد ساعة نصب يجد سوء عمله ويعرف كم يعمل إيه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أي بسبب الظلم الذي قدموه لآياتنا ولديننا إذن يا أحباب الكرام القرآن الكريم بيّن لنا هذه العواقب وبيّن لنا القرآن الكريم هذا الجرم المترتب على عقبة الخسران القرآن لم يقف عند هذا الحد سبحانه العظيم القرآن بيّن لنا أسباب أسباب الخسران والتي منها الكفر والتي منها النفاق والتي منها الكبر والتي منها الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى والتي منها حب الدنيا والتي منها الانشغال بالمال والأهل والولد والتي منها أمور كثيرة وأسباب كثيرة هذه الأسباب ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من آية وفي أكثر من موضع وهذا هو الذي نعرفه إن شاء الله رب العالمين في اللقاء القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفلاح وأن يبعد عني وعنكم كل سوء وكل شر وأن يبعد عننا وأن يبعد بنا عن طرق الخسران اللهم أمين اللهم أمين حباب الكرام أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله لنا في اللقاء القادم لقاء مع أسباب الخسران وطرق العلاج حتى نبتعد عن هذا في رحاب القرآن نحيا في رحاب القرآن نعيش ألقاكم مرة أخرى إن شاء الله في أمان الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته